قال مصدر عسكري ان الجيش واللجانة الشعبية حققوا انتصارات كبيرة في عدد من جبهات القتال ضد العدوان السعودي الامريكي ومرتزقته خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية المصدر اوضح ان الجيش واللجانة الشعبية احرقوا مخزن اسلحة تابعة للمرتزقة جوار محطة البلكاني في منطقة كريش بمحافظة لحجة بالاضافة الى احراق عربة وطقم وتدمير دبابة بصاروخ موجه ومصرع طاقمها واعطاب الية بي ان بي في المنطقة ذاتها فيما تم استهداف الية شرق منطقة كهبوب وفي مأرب قال المصدر ان الجيش واللجان دمروا مدرعة همر شرق مديرية صرواح محملة بقذائف صاروخية تابعة للمنافقين ما ادى ايضا الى مصرع طاقمها مشيرا الى قصف مدفعي للجيش واللجان شرق صرواح ادى الى مصرع اعداد من المرتزقة بينهم المدعو قاسم الفتيني قائد كتيبة في اللواء 103 المصدر اشار الى ان الجيش واللجان تمكنوا من كسر مرتزقة العدوان باتجاه منطقتين المقاطع والقبضة جنوب غرب مديرية الغيل بمحافظة الجوف والتي شهدت تدمير دبابة وبينا ان الجيش واللجان اطلق صاروخا باليستيا نوع سكود على محطة توليد الكهرباء وتحلية المياه في منطقة الشقيق بجيزان كما اطلق صلية من الصواريخ على رقابة الحمراء السعودي وصلية اخرى على تجمعات للجنود السعوديين في موقع نهو قاب نجران اشتركوا في القناة